الذي أشرنا إليه إذا يتذكر الأعزة قلنا في السؤال الخامس هل المراد أنه لا تكون مخالفاً للقرآن وأن المخالفة للقرآن ممنوع من الاحتجاج به أو عدم صدوره لبحثه بعد ذلك سيأتي ما هو المراد من المخالفة هل هو خصوص المتباين أو الأعم من المتباين والعموم من واجه أو الأعم حتى من العموم والخصوص المطلق فيما يتعلق أعزائي بعد هذه أبحاث العموم والخصوص أعزائي هم في بحث العام والخاص أعلام الأصوليين طرحوها هم في بحث التعارض وخصوصا في بحث التعارض سيدنا الشهيد بحثها في بحث التعارض مفصل هناك وهو أنه إذا كان بنحو التبايون فروايات العرض تسقطها إما عن الحجية وإما عن الصدور هذا على الخلاف الموجود الذي سنشيره إليه التفتولي جيداً إما هذا وكذلك الروايات التي بينه الروايات التي تخالف القرآن بنحو العموم من واجه في مورد التعارض أيضاً هذا تكون ساقطة عن الاعتبار إنما وقع الكلام أين في لو كانت الروايات ما هي نسبتها إلى القرآن نسبة الخاص إلى العام نسبة المقيد إلى المطلاق يعني بينهما جمع عرفي إما بنحو العموم والخصوص بنحو الإطلاق والتقييد بنحو الحاكم والمحكوم بنحو الوارد والمورود وبأي طريق كان المهم بينهما ما هو يعني هذا الذي عبر عنه في أبحاث علم الأصول بالتعارض غير المستقر في قبال التعارض المستقر سؤال هل أنه روايات العرض تسقط هذه عن الاعتبار أو لا تسقط لأنه قالت ما خالف كتاب ربنا وهذه الروايات مخالفة أو غير مخالفة ها مخالفة أو غير مخالفة ذكرنا بالأمس قلنا بأن الموجب الكليا نقيضها ما هو سالبة الجزئية والخاص سالبة ماذا سالبة جزئية أكرم كل عالمين قال لا تكرم الفاسقة من العلماء وهذيك أكرم كل عالمين موجب كلية هذه ماذا سالبة جزئية فإذا هي معارضة ومخالفة ولذا الأعلام بيني وبين الله عندما جاءوا إلى بحث التعارض في أول مباحث الأصول قالوا كيف نعرف التعارض هل بنحو يشمل الجمع العرفي أيضا كما في عبارات صاحب الكفاية عفوا كما في عبارات الشيخ الأنصاري أو لا بد أن يعرف التعارض بنحو لا يكون شاملا ماذا لأنحاء التعارض الذي بينهما جمع عرفي ولهذا صاحب الكفاية عدل عن تعريف الشيخ أستاذه إلى ماذا إلى تعريف آخر وهكذا النائين وإلى غير ذلك والأعلام أيضا سموه تعارض سموه تعارض ولكن قالوا تعارض في الوهلة الأولى ولكنه بلحاظ البحث العرفي يرتفع ماذا إذا توجد مخالفة فهل أن روايات وهذه من أهم عويصات روايات ماذا روايات العرض التفتولي جيدا من أهم عويصات روايات العرض مسألة ماذا مسألة أن الرواية خبر الواحد الحجة بكل شرائطه الأعلاء إذا كان خاصا هل يخصص العموم القرآني أو ماذا أو لا يخصص ولذا تجد أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ووقف عند هذه المسألة الحق والإنصاف ووقوفا جيدا في كتابه أعزائي مطارح الأنظار تقريرات الشيخ ها مو الرسائل في مطارح الأنظار تقريرات الشيخ الأعظم بقلم المرزى أبو القاسم الكلنتري الطهراني تحقيق مجمع الفكر الإسلامي الجزء الثاني في صفحة مائتين وتسعة عشر قال هداية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا ما في إشكال هذا لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والقرآن يشهد بعضه على بعضا أصلا كلام متكلم واحد وطبيعي أن بعض كلامه قرينة ماذا على إنما الكلام ماذا إذا متكلم آخر يتكلم ماذا والقرآن كلام الله والمتكلم هو رسول الله المتكلم هو الإمام المتكلم هو الإجماع لأنه لا غيون بالإجماع عما تينا ماذا خصصوا مولانا عليه الأحوال الإجماع أنه يجمع العلماء هذا قالوا يخصص عليه الأحوال بحثوا في محله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتد به وأما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه أيضا وفاقا لأكثر المحققين التفى جيدا وفاقا لأكثر المتحققين محققين هسا نرجع إلى ماذا إلى شيوخ الطائف أمولانا أو ما يقال عنهم شيخ الطائف الشيخ الطوسي سيد المرتضى هؤلاء الأعلام الكبار أعزائي هسا هي يأخذوها أمولانا يقول يعبر عن الشيخ الطوسي يقول ما يقال عنه الشيخ الطوسي يعني هو يعتقد لو ما يعتقد بل لا أعتقد مختصر لا أعتقد وبين وبين في إشكال يعني بين وبين الله كلمة كفر هذه ملا والله مكلمة كفر كما هو لم يعتقد بالأعلام الذين قبله أربعة قرون من أعلام الإمامية كلهم وضعهم جانبا مولانا وأعطى رأي آخر مرارا قلنا نحن لا يوجد عندنا مقدس غير القرآن والنبي والأئمة طبعا بحسب السنة الواقعية لا السنة المحكي مرارا ذاك علي لحوة وحكي عن الذريعة التفتوا جيدا الذريعة أعزائي بتحقيق أبو القاسم قرجي المجلد الأول صفحة مائتين وثمانين يقول اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها إلى أن يقول والذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال خلص هذا شم فقه جديد يلزم من هذا إذا أغلقتم باب أخبار الآحاد وأخبار الآحاد أنظروا الآن إذا تتذكرون التفتوا لي جيدا إذا تتذكرون القرآن الكريم هذه الآية استخرجونا هذه الآية وأحل لكم ما وراء ذلك شوفوا الآية أين هذه بل سورة النساء قال التفتوا جيدا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة التفت ولهذا جملة ما سمارت أقول عددهم قالوا في الرضاعة لا يحرم إلا الأم الرضاعية والأخت الرضاعية وكفى خلاص تهت القرآن أما ما أدري تنشر الحرماء كما أبدا كله حتى عندهم رسالة عملية وكتبهم ولكن ما يجرؤون طلعوهم برهم قالوا لماذا لأن الآية المباركة قالت ماذا وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهاتكم التي أرضعنكم واخواتكم هل ستقول سيدنا هذا إثبات شيء لا ينفي ما عداه الجواب لأن الآية قالت بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم صريحة الآية المباركة لو ما بهذه الجملة كنا نقول خب بعض المحرمات ذكرها القرآن وبعض المحرمات من ذكرها النبي وبعض المحرمات ذكرها من بعد مولانا الزنا بذات الباعل بعد بيني وبين الله الزواج مع في العدة كلها بعد شنو أكو دليل على الحرم أولاد وجد دليل على الحرم الجزاء واقعنا هكذا هكذا فعلوا هكذا فعلوا ويا ليت يا روايات روايات ضعيفة السند هم يقولون ولهذا يقولون بأنه لا لا دليل عليها إلا ماذا الزنا بذات البع لينشر الحرم الأبدية دليلهم ما هو اجمع مولانا حتى رواية ما موجودة ولهذا منها ونا وصاعدا مولانا بعد كلها ماذا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم هذا أوضح منها الآية ولكن بيني وبين الله لم يتدبروا القرآن هؤلاء كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك هذا هو الذي كتب الله عليكم لا شيء آخر هذا كتاب الله عليكم يعني شنب هذا الذي فرضناه عليكم هذا الذي كتبناه عليكم ولهذا قالوا هنا وهناك بعض الإخوة قالوا لي قالوا mình وبيني وبين الله أصلا يجوز الزنا ويجوز كذا ويجوز وكذا سيد الحيدر مولا بيني وبين الله أنا أخف الرسالي عملي أخو ما قاتب إذن من بينه وبين الله هذا بحث علمي ولكن هذا المقطع مستخرجي مولانا وناشري في الحوزة في حوزة قوم مولانا عرافتي شو؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ولذا التفت جيدا الشيخ بعده هو يقول يقول الشيخ وحكي عن الذريعة طبعا وحكي عن من وحكي عن القدة للشيخ الأطوسي مولانا شيخ الطائفة قال والذي أذهب إليه العدة مولانا الباب الخامس الكلام في العموم والخصوص صفحة 395 96 97 مولانا اللي بتحقيق محمد رضى الأنصاري القمي قال أنه والذي أذهب إليه أنه لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال خلص هساعة كل اللي أنه فيه تفصيلات في كلمات الأعلام طبعا واحدة من أدلة الشيخ الأنصاري يقول الحمد لله رب العالمين أن الشيخ قال ذلك في العدة ولكن لم يلتزم به بالفقه الحمد لله هذا كفانا لأنه يعلم بأنه إلا لو ملتزم بهذا ولهذا أهم مشكلة عند القوم ما هي أقرأ فقط الجملة إن شاء الله البحث إلى غد أعزائك يقول بيني وبين الله والحاصل أنه لا ينبغي التوقف في العمل بالأخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا شيخنا ما هو دليلك فتشيء بتعبير الإيرانيين دس بور كون أعطينا حتى أنه نفهم فالدليل معتبر محكم قال لاستلزامه حدوث شرع جديد هذه المشكلة التي ماذا خنقت أعناق وقلوب وكذا علماء الطائفة إلى يوم من هذا يلزم تأسيقه ثم ماذا ثم ماذا يلزم تأسيقه ومن قال وكلما يلزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا فهو باطل تذكرون هذه القاعدة وقفنا عندها مفصلا وأجبنا عنها لاستلزامه حدوث شرع جديد كما لا يخفى على من تدرب التفت هذا صار سببا فلابد من حمل تلك الأخبار يا أخبار أخبار العرض على الكتاب على الأخبار المخالفة على وجه المباينة وإلا روايات العرض ما هي مطلقة لو مقيدة بالمباينة ها مطلقة مطلقة تتمت الكلام